وخلي بالك احنا عندنا مطشقات قوية جدا على سبيل المثال حتى في الدوري مباراة الاسماعيلي اللي جاية مباراة مهمة الاسماعيلي بيمروا دايما مباراة وانت اكيد ليك ذكرات مع مباراة الاهلي والاسماعيلي المباراة اللي جاية الاهلي والاسماعيلي انت برضو شايفها ازاي يعني الحمد لله الاهلي ماشي بخطة ثابتة من بداية مشوار الدوري حتى بعد توقف الدوري والكورونا ممكن يكون الكيرفي نزل شوية الأداء الفني وده طبيعي انك انت بعد توقف دم خمس شهور ونص انتلاقي فيه يعني نزول شوية في المستوى لكن الحاجة الافضل انك انت بتكسب وانت برضو الكيرف ممكن يكون نازل يعني مباراة حرس الحدود المبارح ممكن الاداء مش في الطوب او اعلى حاجة لكن الايجابية انك تقدر تكسب فخر مباراة وبتسجل هدفين وليد سليمان ومحمد مجد أفشا دي من النقط الايجابية الكبير لما تشوف ارقام الاهلي النهاردة 60 هدف اقوى خط هجوم في الدوري دي برضو علامة وميازة تقولك ان ريني فيلر بيلعب كرة هجومية ما عندهش تحفظ في كل المباريات في الدوري بيسجل فيها ده رقم ايجابي لما بنتكلم عن ناس تبس ساعات قلقانة شوية من خط دفاع الاهلي طب راجع الارقام هتلاقي عندك احسن حارس واحسن خط دفاع ثمن اهداف بس داخل رغم الاصابات فيه اصابات بزداد في الخط ده ناس بتخش وبترجع ناس بتخش وترجع طبعا يحسب برضو للنقطة ديت ان احنا احسن خط لدفاع لان فيه اه عناصر كتيب بتتغير في الخط ده طبعا يعني مرة تلاقي معلوم موجود ايمن اشرف محمود وحيد ان احط تانية فتحي وهاني ياسب راييب مع ايقراء بالزبط يعني ما عندكش سابات في الخط ده ربيع ربيع كان موجود فكل دوت ايجابيات طبعا والارقام ما بتجذبش يا مانا صح لما توصل الارقام دي في ظل الاصابات الموجودة عندك ده شيء ايجابي وكمان في ظل الغيابات يعني كهرباء كان ايقافوا حسين الشحات الاصابات قدام برضو تسجل ستين هدف الدوري ده رقم مماز جدا